وببساطة عايزة حضرتك تقول لنا بالزبط تعريف القصة القصيرة أو تعريف القصص القصيرة من وجهة نظر حضرتك طبعاً اللي كتبته في كتابك لأنه أنا الحقيقة بشكل شخصي بشوف أنه القصص القصيرة هي سرد أو حكايات كتيرة بس بيكون سردها بشكل أسرع وشكلها مضغوط أكتر يعني تبقى دايماً مكثفة أكتر عشان نقدر نوصل للحكاية ولكن بشكل أقل فعلاً وزام محراك ذكرت القصة القصيرة لها تعريفات كتيرة لكن هي ببساطة يعني هي موقف بيبقى محدد في فترة زمنية محددة وعدد صفحات محددة وزام محراك قلت بيعتمد العالم القصة القصيرة الوحدة على التكسيف يعني البعد عن التفاصيل يعني بيبقى لقطة أو موقف أو مشهد الكاتب بيعبر عنه وممكن يبقى خارجي يعني الشخص مثلاً بطل القصة مع العالم أو داخلي عالم داخلي زيها مثلاً قصة همس الجنون اللي نجيب محفوظ هي كلها بتدور جوه جوه عقل هذا الشخص الذي وصيبه في لحظة معينة هو في الشارع قاعد على القهوة بلحظة جنون معينة وبيفكر يرى الناس إزاي وقام يعمل حاجات غريبة بقى في الناس يضربهم أو يعمل حاجات غريبة فهنا العالم الداخلي للبطل أحياناً يبقى هو بيقود الموقف لكن في النهاية بيحكمنا زمن يعني القصة ممكن تبقى في خلال دقائق زمنها أو بتدور أحداثها في خلال ساعات أو يوم بالكتير لكن مش سنوات مثلاً زي الرواية ما يبقاش فقط شخصيات كتيرة زي الرواية مليئة بالشخصيات ممكن بشخصية واحدة أو اتنين مثلاً وبتستغنى عن التفاصيل أو التطويل أو الشرح الزائد للحكاية مهم جداً لأن عدد الصفحات أو عدد كلمات القصة هو اللي بيحددها وإن كان برضو كان في أحد يعني فتر من زمان مثلاً كان فيه قصص قصيرة مثلاً 30 صفحة لأن ما كانش فيه في التلاتينات والأربعينات ما كانش فيه فاصل قوي ما بين القصة القصيرة وما كانوش يعرفوا الرواية بتعريفها الحديث فكانوا ما طول قوي القصة فيسموها قصة طويلة حتى ما كانش وصلوا لمرحلة أنه تعريف كلمة الرواية لأنها حديثة رواية ظهرت حديثاً فكانت القصة لما تبقى مثلاً 30 صفحة أو أكتر فيسموها قصة طويلة لكنها تظل تحت بند القصة وليست رواية وده طبيعي لأنه أنواع كتير من الأدب تطورت بالوقت وبالزمن وبالعصور أعتقد أن هذا طبيعي فعلاً علشان كده هو هدف الكتاب هو حكتين القصة تطورت والنقد تطور علشان كده حضرتك الرؤية النقدية اللي موجودة في كتابي هي من وجهة نظر رؤية يراها القراء أو الكتاب في هذا الزمن لأن النظريات النقدية اللي بني عليها مثلاً نقد القصص في الأربعينات أو الخمسينات أو كده تطورت فيها توقفت أو تغيرت وفيه ظهرت نظريات نقدية مختلفة فيما بعد عشان كده النهاردة كان يعني هدف أو أحد أهدف الكتاب الحقيقة هو إعادة قراءة وده اللي أنا يعني بعتبر هو التعريف للكتاب أفضل هو إعادة قراءة بشكل عصري لعالم القصة القصيرة ورواده هل في مقاومات معينة من وجهة نظر حضرتك للقصة القصيرة أو لكتابة القصة القصيرة طبعاً هو الحقيقة أن الكاتب القصة القصيرة بيكون شخص لماح جداً أنه هو يلتقط لقطة معينة ويقدر يوصلها لنا بشكل واضح جداً نفهمه ونحس به في أقل عدد ممكن من الكلمات